أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كشك الصحافة وأبدأها بالعنون من المواقع الأخبارية المحلية ميليشيا الاتقالية تلاحق معارضيها وجيرانهم في عدد الموقع بوستا موظف سابق في وزارة الأشغال يدير معتقل الحسيين في دمار وفي المنوعات دولة أوروبية تخصص جنوداً لملاحقة ثلاثة آلاف طفل يلعبون الغميضة أهلاً بكم لم يبقى في مدينة عدن من حامل السكان المستهدفين غير جيرانهم الذين يدفعون الثمن غالياً ففي الأمس قتلت ميليشيا الانتقالي في مدرية البريقة أحد جيران الإعلامي أبو سعد الميسري كما أن مدير أمن مدرية خورمكسر لم يجد غير جيرانه لينقذوه من هجوم الميليشيا وعنون موقع عدن الغد مدير شرطة خورمكسر يؤكد مداهمة منزله من قبل قوة أمنية وأكد مدير شرطة خورمكسر العقيد ناصر عباد لصحيفة عدن الغد قيام قوة أمنية بمداهمة منزله فجر ثلاثة واقتحامته بعد تحطيم الأبواب وأشار عباد إلى أنه انتقل إلى مكان آمن بمعاونة جيرانه واستغرب عباد تعرض منزله للاقتحام ومحاولة اعتقاله بعد إغلاق عدد من المطاعم في صنعاء اتجه الحثيون لإغلاق المشافي ووفقا لموقع صحوانت رفضت دفع جباية إغلاق ثمان مستشفيات خاصة في صنعاء من قبل الميليشيات وأفادت مصادر طبية بصنعاء بأن ميليشيات الحثي أغلقت المستشفيات الأهلية وسحبت تراخيصها وأزالت اللوحات من على واجهاتها كما أغلقت قسمي العمليات والعناية المركزة في خبسة وعشرين مستشفى أهليا وحكوميا في محاولة لابتزاز مالكيها وإجبرهم على دفع جباية تحت مسمى المشهود الحربي ووفقا للموقع فإن فرقة تفتيش مصحوبة بمسلحين دهمت المستشفيات في صنعاء وأغلقتها بحجة عدم مطابقتها للشروط الصحية هذا وكانت صحيفة عربية استند لها الموقع قالت إن الشروط الصحية عند الحسيين تتبثل فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المملكة والانفصاليين الجنوبيين المحميين من قبل دولة الإمارة العربية المتحدة اتخذت هذه المواجهات بين هذه القوات المتحارفة رسميا بعدا غير مسبوك خلال شهر أغسطس في عدن ثاني أكبر مدينة في البلد تاريكة شبح حرب جانبية داخل الحرب الرئيسية سيطر الانفصاليون على عدن وابقوا هناك بفضل دعم أبو ظبي قصف الطيران الإمارة قافلة عسكرية حكومية مدعومة من القوات السعودية وبينما يشتبك حلفاؤهم على أرض الواقع فإن الاختلافات في الاهتمام بين العضوين الرئيسيين في التحالف تتسع لا يبدو أن القضاء على الحوثين يمثل أولوية بالنسبة للإماراتيين فيتقلل من وجودها العسكرية على الأرض وتعتزم الحفاظ على الجنوب كمنطقة نفوذ قد تتمكنه من الانفصال عن اليمن في يوم من الأيام تتشعب هذه الحرب يصمد الأعداء في حين يتهاوى التحالف ويبدو أن المملكة العربية السعودية عالقة في طريق مسدود لا تذكرنا ضربة يوم الأحد إلا بطبيعته الدموية تقع كلية المجتمع في شمال مدينة دمار بمسافة تبعد عنها ثلاثة كيلومترات وحولت جماعة الحوثي هذا المكان إلى سجن سري تابعا لها لمن تختطفهم من الطرقات أو من مساكنهم أو أماكن أعمالهم كما تستخدم هذا المكان كمخازل الأسلحة والإمدادات العسكرية لجبهة الحديدة وتعز والبيضاء وفقا للموقع بوست والذي عنونا أهداف مزدوجة قصة كلية المجتمع في دمار بين تحويلها لسجن واستهدافها بالغارات تتكون كلية المجتمع الذي يديرها عادل إسماعيل المشكي الموظف السابق لدى مكتب الأشغال العامة والطرقات بالمحافظة من العديد من المباني المتجاورة والتي كانت مجهزة بقاعات دراسية ومكاتب إدارية حولتها جماعة الحوثي إلى مخازن أسلحة ومركز عسكري لتدريب عناصرها حتى مطلع العام 2015 ثم استهدفها طيران التحالف العربي بغارات جوية أحدثت فيها بعض الدمار فحولتها الميليشيا إلى مخازن سرية للأسلحة والإمدادات العسكرية لجبهة تعز والبيضاء والساحل الغربي كما وضعت فيها العشرات من السجناء وأخفتهم فيها بشكل سري ليكونوا دروعا بشرية لحماية مخازنهم من استهداف طيران التحالف العربي سمع سكان في منطقة الطائف التابعة لمدرية الدريهم بالحديدة دوي انفجار ثم تبعه صراخات توقفت تدريجيا هذا ما حدث في ليلة أصبح تكرارها اعتياديا بعد حقول الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي ووفقا للمصدر أولاين مقتل مواطن وزوجته وإصابة طفلين بانفجار لغم في الطائف جنوب الحديدة وقال مصدر محلي للمصدر أولاين أن الضحايا يسكنون قرية المرايبة شرق منطقة الطائف وهم ماجد يحيى ريب وزوجته قتلوا أما الجرحى فهم الطفل محمد ماجد ريب وقريبه عبد علي يحيى ريب وجراحهم خطيرة وقد تمنى نقلهم إلى المستشفى الميداني في الدريهمي يشار إلى أن ميليشيات الحوثي زرعت الآلاف من الألغام التي حصدت أرواح عشرات من المدنيين رغم الجهود المستمرة لنزعها من قبل الفرق الهندسية والعسكرية لا ينقص اليمن البتة مزيد من اللاعبين الدوليين بمباررات أمنية هذه فقرة من مقال كتبه عادل الأحمد في العربية الجديد مضيفا على الرغم من كل هذه التعقيدات التي رفقت الحالة اليمنية طيلة السنوات الماضية إلا أنها ظلت تتميز عن الحالة السورية بأوجه عدة من بينها انحصار عدد اللاعبين الدوليين قياسا بما هي عليه الحال في الوضع السوري الذي تتكلم فيه المأساة كل اللغات لكن الخشية الآن تتمثل في أن هذه الميزة اليمنية معرضة للتلاشي بعدما فتح القصف الإماراتي لتشكيلات من جيش الشرعي الأسبوع الماضي قوة للتدخل الجديد ولو من باب الإدانة في بداية الأمر كما فعل الروس أخيرا فقد ظل الدب في سباة طويل منشغلا عن الأحداث في اليمن ومتورطا في سوريا إلى أن جاءت حادثة القصف الإماراتي فعبر عن أسفه لذلك القصف وهو التصريح الذي قوبل بإترحاب كبير من قبل ناشطي الشرعية رغم ما يكتنف توقيته من مفارقات وألغاز ومن تلك المفارقات التي صاحبت إطلالة الكراملين على اليمن أنها تمت بالتزامن مع جملة لقاءات عقدها نائب وزير الخارجية الروسي ممثل بلاده في الشرق الأوسط ميخايل بوغدانوف مع ممثلين للكيانات معارضة للشرعية وهي الحوطيون والمجلس الانتقالي الجنوبي في أبوظمي لا تبدو التفاتة موسكو للشأن اليمني في هذا الظرف بعثة على الطمأنينة بل هي على العكس من ذلك كونها تزامنت مع تصعيد أبوظبي وأيكلائها في الجنوب اليمني الذي ظل قرابة عقدين يدور في فلك المعسكر السوفيتي وبالتالي فإن هذه الالتفاتة ربما لا تخلو من أجندات غامضة بأثر الرجع وكان لافتا في هذا السياق خروج التغطية الإعلامية لقناة روسيا اليوم عن حدود المواقف الروسية المؤيدة لوحدة اليمن فقد صبت التغطية لصالح المجلس الانتقالي ما دعا وزارة الإعلام اليمنية لاستنكار ذلك الأسلوب والتلويح بسحب تراخيص عمل القناة في اليمن ولدى النظر إلى هذا الوجود الروسي المفاجئ في المشهد اليمني وكذلك بيان أبو ظبي عقب القصف متضمنا الدعوة لتحالف دولي لمواجهة الإرهاب في اليمن يبدو الأمر مدعاة للقلق أكثر لسيما وسط تسريبات وتقارير تتحدث عن أن التقارب الأخيرة بين الإمارة وإيران تم بوساطة روسية نجت الطفلة اليمنية راشا مكي ثمان سروات بأعجوبة من محاولة اختطاف كما جاء في العربية الجديد بعدما قفزت والدتها الأربعينية وهي تحملها من حافلة صغيرة كانت بدون رقم وتعمل على خط حد التحرير وسط أمنة العاصمة خالها أحمد حسن مشيرا إلى أن ازدحام المكان بالسيارات في جولة تقاطع المصباح حد مكن الأم وابنتها من الإفلات من قبضة العصابة المكونة من ثلاثة أفراد لكن وكما يضيف أحمد حسن أطلق أحدهم النار نحو رشا وأصابها في كتفها الأيمن قبل فرارهم وجرى إسعافها إلى مستشفى الإسراء التخصصي بمنطقة حد ضباط حريات برتبة نقيب في منطقة حد بأمانة صنعاء رفض الكشف عن اسمه لفت إلى أن عدم وجود رقم مروري على الحافلة ومثيلاتها المنتشرة في صنعاء تلك الجرائم بحجة عدم خدمة دعاية التحالف السعودية الإماراتية المضادة عن الإنفلات الأمني في العاصمة كما يرفض بعض أهالي المختطفات الإفصاح عما تتعرض له بناتهن خوفا على سمعتهم تم استدعاء عدد من أفراد شرطة مدينة جلاسكو السكتلندية والسبب كما تقول صحيفة الشرق الأوسط حراست أحد متاجر إيكيا للأثاث بالمدينة بعد تخطيط 3000 مراهق لتنظيم لعبة الغميضة فيه وفقا لصحيفة ذات صنة البريطانية فقد بدأت الواقع قبل أيام بعد تنظيم عدد من المراهقين لفعالية على الفيسبوك حملت عنوان أكبر لعبة ضغميضة في جلاسكو وكتبوا في تفاصيل الحدث أن مكانه سيكون بمدكر إيكيا وأحددوا موعد ليكون يوم السبت الساعة الثالثة ظهرا وبعد أن علم المدجر بأمر الحدث قام بالاتصال بشرطة اسكتلند التي أرسلت خمسة ضباط إضافيين لحرسة المكان وبحلول الساعة الثالثة ظهرا وصل عدد من المراهقين بالفعل إلى المدجر خشى بعضهم الدخول بعد رؤيتهم لأفراد الشرطة في حين دخل أخرون واختبأوا بالفعل في الثلاجات والخزائن وتحت الأسرة إلا أن الشرطة منعتهم من إكمال اللعبة روب كوبر مدير مدكر إيكيا في غلاسكو علق على الواقع قائلا في حين أننا نقدر أن ممارسة الألعاب في أحد متاجرنا قد تكون جذابة للبعض إلا أننا لن نسمح لهذا النوع من النشاط بأن يحدث وذلك لضمان توفير بيئة آمنة وتجربة تسوق مريحة لعملائنا رسالة إلى البردوني تحت هذا العنوان كتب عبد الحفظ العمري مقاله في العربية الجديد مرت ذكراك العشرون ونحن نحتفي بها ونردد قولك أيها الآتي بلا وجه إلينا لم تعد منا ولا ضيفا لدينا غير أن يا لتزييف الهوى نلتقي اليوم برغم رغبتين يا عبد الله البردوني هل تدري أننا في حرب لكنها من دون حكمتها التي تهد لتبني بل غايتها أصابوا أطاحوا ورحنا وهم نعدد كم أرقنا منهم ومنا أراقوا لاسترحنا ولا الخصوم استرحوا ورفعنا مع الوطن ونحن تحت القصف صوتك مرددين فليقصفوا لست مقصف وليعنفوا أنت أعنف وليحشدوا أنت تدري أن المخيفين أخوة هل تسمع صدر انفجارات وهي تطوح بالبلد أم أنك في نومك الطفولي ونحن لنا زغاريد والصواريخ الشوادي يا عبد الله اشتركوا في القناة 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 أي نوع من التنمية هذا الذي يأخذ ثروات الغابة ويستبدلها بنوع واحد من النبات او الحيوان لمن هذه التنمية؟ إنها من أجل أن يحصل البعض منكم على كميات كبيرة من المال في لغة شعب كيابو نسمي أموالكم أوراق الحزن لأنها ميتة ولطائل من ورائها وهي مصدر كل الشرور عندما تصل أموالكم بيننا فإنها تقسم شعبنا ونرى أنها تفعل ذلك في مدنكم أيضا إذ يعيش من تسمونهم بالأغذية منعزلين عن بقية الناس خائفين من أن يأتي الآخرون فيأخذون أموالهم بينما يعيش آخرون في فقر وبؤس ولا يجدون ما يسد رمقهم ولكن الأغنياء سيموتون وعندما تنفصل أرواحهم عن أجسادهم فإنها ستكون حازينة وستتألم إنهم كانوا سببا في معاناة الكثيرين بدل أن يحرصوا على أن يجد كل واحد ما يكفيه من الغداء وهذا ما نفعله نحن شعوب السكان الأصليين أستاذ علم الاجتماع في كلية العلوم السياسية بجامعة بيرينستون أندرياس ويمر يحاول الإجابة على لماذا القومية تعمل ولماذا هي هنا لتبقى القومية اختراع حديث نسبيا في العام 1750 كانت الإمبراطورية الشاسعة متعددة الجنسيات النمساوية والبريطانية والصينية والفرنسية والعثمانية والروسية والإسبانية تحكم معظم العالم ولكن بعد ذلك جاءت الثورة الأمريكية في العام 1775 والثورة الفرنسية في العام 1789 وبالتدريج انتشرت العقيدة القومية الحكم باسم شعب معرف قوميا في جميع أنحاء العالم وعلى مدار القرنين التاليين انحلت الإمبراطوريات وحدتها تلو الأخرى إلى سلسلة من الدول القومية في العام 1900 كان ما يقرب من 15 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الناس بدلا من سلالاتها الخاصة في جولتنا المصورة لهذا اليوم نعرض عليكم مجموعة صور منشورة في صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية نتابع اشتركوا في القناة رسوم الكريكاتير تحمل ألف المعاني تماما كالخبر والصورة في جولتنا التالية نعرض عليكم مجموعة من هذه الرسوم اشتركوا في القناة بهذا النص لنهاية هذه الحلقة نشكركم على حسن المتابعة نلقاكم على خير